لدينا المستقبل مع going to أو gonna طبعاً تستخدم الحديث عن شيء خطط للقيام به في المستقبل ماذا تعني باللغة العربية سا أو سوفا مما تتألف هذه الجملة أو جملة going to بالتحديد من فاعل فعل going to فعل بالمصدر ومن ثم تتمت الجملة لدينا مثال أو مثال نستطيع أن نقرأه أو they are going to arrive in the evening أو they're gonna arrive in the evening okay